كشفت إدارة مطار هيثرو البريطاني عن خطة توسعية تسمح بتشغيل 740 ألف رحلة جوية سنوياً بدلاً من 480 ألف رحلة حالياً وقالت إدارة المطار إن الخطة الجديدة تستوجب شراء بعض العقارات المجاورة للمطار إضافة إلى تعديل الطريق السريع في لندن وكانت خطة التوسع في مطار هيثرو مثيرة للجدل حيث اشتكى سكان المنطقة المحيطة بالمطار من الدوضاء والتلوث